مصفات النبي الحقيقي أولا النبي الحقيقي مدعو من الله ولا يعلم نبواته من نفسه ما بيتكلمش من نفسه إحنا لو خدنا حتى تسنية 18 هنلاقي بيتكلم عن النبي الحقيقي والنبي الكذاب لكن أنا هقول لهم في نقاط سريعة ولو في وقت ممكن نجف عند أي نقطة حضرتك بتحب نجف فيها يتكلم بكلام الله ولا يتكلم من نفسه يوصل رسالة الله كما هي بغض النظر عن رد فعل الشعب هو مش اللي جال عنه الكتاب وحذرنا منه الكتاب لأنه يأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح فيقومون لأنفسهم معلمين مستحكة ما سمعهم فيصرفون الناس عن الحق فهنا ده اللي مش النابي الحقيقي ده النابي الكذاب أو المعلم الكذاب يعني في نفس القصة اللي ذكرتها في الأنبياء في العهد القديم اللي كان عليهم روح غي روح ضلال وتكلموا حتى يرضوا الملك ويسمع الكلام اللي بيرضيه بس كان في رجل الله الملك الثاني يهو شفاط سأل هل فيه بعد يعني كمان نبي قال له فيه ميخة آه فيه واحد بس مش على هواي هذا لا بحبه ولا بحبني سجنوا آه آه فقال لا طب خلينا نسمع كلامه وبعدين أجا ميخة وتكلم إنه رح يقتل آخاب وبيته وكده بس شو كان تحدي إنه بوي قال حطوه طعموه خبز الضيق لحد ما أرجع شو كان الجواب قال له لو رجعت للملك آخاب شوف اللي بيتكلم هكذا يقول آه الرب لو رجعت الرب ما تكلم فيه وفعلا مات آخاب بزرط وحطوه في السرين عشان تقوله لأنه قال تكلم بالحافاب قال له إنه هذا يعني شو كيف ودي حاجة في في تسنية 18 لما بتكلم عن النبي والنبي الحقيق والنبي الكذاب النبي الكذاب اللي هو بيقول إنه هو متحققش فعشان كده ميخة بيرجع لتسنية 18 بيعتمد على حقيق إنه هو نبي الله الحقيقي معتمدا على المواصفات اللي في التسنية 18 لو فيه وقت نرجع لها بس هاخدهم في النقاط بسرعة اشتركوا في القناة